هنروح لأخبارنا هنبتدي من كرة اليد الحقيقة بكرة أول اختبار يعني قوي وحقيقي إن شاء الله مع المدير الفني الجديد ديفيد ديفيز مدير الفني الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بكرة إن شاء الله مباراتنا مع سبورتينج على صالة الأمير عبدالله الفيصل في تمام الساعة الرابعة عصر يمكن دي أقوى مباراة منذ تولي المدير الفني الجديد مستر ديفيد ديفيز المسؤولية إن شاء الله بكرة يتوج مجودهم بالنجاح والفوز فريقنا داخل المطش ده هو عنده 38 نقطة من 13 مطش 12 فوز وتعادل مع هليوبلس أما نادي سبورتينج بيحتل الصدارة برصيد 12 42 نقطة ولكن لعب 15 مطش أزيد مننا مباراتين طب إحنا ليه لعبنا مباراتين أقل؟ عشان كنا بنشارك في بطولة العالم لكرة اليد في المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام منذ شهر تقريباً فتم تأجيل مباراتينها بعد كده إن شاء الله يوم لتنين هيكون معنا مباراة أخرى من المؤجلات هتكون مع نادي زمالك لما يتحدد موعدها ولا مكانها ولكن في الغالب بتبقى مباراة الأهل والزمالك بتكون في مجمع الدكتور حسن مصطفى الحقيقة هذا المجمع يعني حاجة رائعة أنا روحت بنفسي أكثر من مرة ومكان رائع استاد بالمدرجات بغرف اللبس بحتى الحمامات للجماهير حاجة يعني خمس نجوم صالة على أعلى مستوى وجميل إن الصيانة فيها بشكل جيد فتدائماً تخش الصالة تحس إنها دائماً أو أبداً جديدة فده يوم لتنين مباراتنا مع إن شاء الله نادي الزمالك وده من المؤجلات أتصور إن شاء الله إذا فوزنا في هذه يعني مباريتين دول مبارات سبورتين والزمالك بإذن الله إن شاء الله نتصدر الجدول وده دور التمهيد لسه المسم طويل جداً 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 حمدال عبداللقاتي من دور واحد 18 فريق وبعد كده يطلع 6 يعني لسه المشوار طويل ولكن أنت بتقول كلمتك في البداية وبتفرض سيطرتك دي مهم جداً جداً حتى نفسياً مع الفرق الأخرى فده مهم جداً جداً جداً